السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء طلاب الصف الثالث السنوي جاء نالك تاني في فيديو جديد بنتكلم فيه وبنكمل فيه اسئلة الباب الرابع البوكلتس العشرين دقيقة نهاردة بنحل البوكلت رقم سبعة صفحة مية تنين وتسعين السؤال الاول بيقول الفلزة الذي له القدرة او اكبر قدرة الفلزة الذي له اكبر قدرة على فقد الكترونات الفلزة اللي له اكبر قدرة على فقد الالكترونات هتكتب كده على الجملة دي هتيعني اكبر جهد اكسادة واقل جهد اختزال يعني بيزبق الهيدروجين في سلسلة الجهود الكهروكيميائية او في قمة السلسلة طيب بيقولي هنا اسناء التفاعل الكيميائي من بين الفلزات التالية هو وعطلنا جهود الاختزال انا قلتلك العنصر ده اما اكبر جهد اكسادة اما اقل جهد اختزال طيب انا عندي هنا ده بالموجب والباقي بالسالب فهنستبعد الف تعالى نقارن السالب مع بعض انا عندي سالب مية ستة وعشرين من الف سالب تمانية وعشرين من مية سالب اتنين وتسعمية خمسة وعشرين من الاقل جهد اختزال هيكون دهال يبقى الاختيار بالصحيح دهال السؤال رقم اتنين بيقولي في الخلية الجلفانية الموضحة بالشكل بالاستعانة بمتسلسلة الجهود فايا مما يأتي اعتبر صحيح ايا مما يأتي اعتبر صحيح هنبص للخلية بتاعتنا ونبدأ نشوف الاقطاب بتاعتها عشان نقدر نحدد من الصحيح ومن الغلب عند القطب بتاعنا اللي هو على الشمال ده ده قطب ماغنيسيوم والقطب بتاع اليمين ده قطب ايه فضة فانت عارف ان الماغنيسيوم بيزبق الفضة يبقى الماغنيسيوم انود والفضة كاسود ماغنيسيوم انود والفضة ايه كاسود يبقى اتجاه حركة الالكترونات هتكون من الماغنيسيوم الى الفضة تمام ده اول حاجة عارفناه الأنود كمان اللي هو الماغنيسيو ما يحصل له أكسدة فكتلته تقل والكسود اللي هو الفضة هيحصل لأيوناته اختزال فكتلته تزيد طيب نرجع إلى الأيونات احنا قلنا كتلة الأنود بتزيد تركيز أيوناته كتلة الأنود تقل تركيز أيوناته يزيد الفضة كتلته بتزيد وتركيز أيوناته بيقل معلومات تتسجيلها عندك الأنود الأنود كتلته بتقل تركيز أيوناته يزيد الكسود كتلته بتزيد تركيز أيوناته بيقل تمام كده؟ ركز بقى في اللي جاي تعال هنا نشوف الاختياري بيقول النقص في كتلة الأنود بيساوي الزيادة في كتلة الكسود هقوله لا لأن الكتلة المترصبة بتتوقف على الكتلة المكافأة والكتلة المكافأة للفضة غير الكتلة المكافأة للماغنيسو إذن الكتلتين مش هيكونوا متساويتين تمام نروح بعد كده إلى عدد أيونات الفضة إيه جي موجب يظل ثابت في نصف خليته لا والله هني لسه إيه لك إن الفضة بتمثل كسود كتلته بتزيد وتركيز أيوناته بيقل يبقى مش نافع نروح لجيم عدد أيونات الماغنيسيوم يظل ثابت في نصف خليته لسه إيه لك الماغنيسيوم عبارة عن أنود إيه اللي بيحصل للأنود كتلة الأنود بتقل وتركيز أيوناته بيزيد يبقى مش نافع نروح لدال يزداد تركيز أيونات الماغنيسيوم هقوله بيزيد ليه لإن زرات الماغنيسيوم بتتحول لأيونات ماغنيسيوم يبقى الاختيار الصحيح هيكون دال السؤال اللي بعده رقم ثلاثة بقول لأي من ما يأتي يمثل الرمز الاستلاحي لبطارية الرصاص أثناء عملها والله حضرتك لو كتبت التفاعل الكل في بطارية الرصاص هتجاوب وإنت مرتاح الرصاص أو بطارية الرصاص كان أنودها بي بي وكسودها بي بي أو تو الإلكتروليد بتاعها كنا مقاينينه لأربعة اتش موجب واتنين اس او فور سالب اتنين كان الناتج بتاعنا بيبقى تو بي بي اس او فور زائد تو اتش تو او ده التفاعل الكل وإحنا قلنا التفاعل ده بيكون أثناء من التفريغ لو انت عكست بقى ده ايه شهر طيب الرمز الاستلاحي إيه اللي حصل أنا عندي زرات الرصاص اتحولت إلى آيونات رصاص سنائي يبقى كده الرصاص اللي هو كان أنود اتحول إلى آيونات رصاص سنائية يبقى البي بي بي بصفر اتحول لبي بي بي بموجب اتنين طيب احنا عندنا الرصاص في الكاسود كان موجب اربعة واتحول لآيونات رصاص سنائية يبقى بي بي موجب اربعة اتحول إلى بي بي بصفر بي بي بموجب اتنين يبقى ده الرمز الاستلاحي اللي أنا هدور عليه طيب شوف كده في الاختيارة هيبقى رقم كام احنا قلنا الرصاص متاع الانود كان بصفر اتحول لكابرتات رصاص بموجب اتنين والرصاص موجب اربعة اللي كان في سنة اكسيد الرصاص تحول إلى كابرتات رصاص يعني رصاص بموجب اتنين يبقى الاختيار ده اللي هو الصحيح وده الشرح قدامك اهو الرصاص ده بصفر تحول هنا الرصاص بموجب اتنين والرصاص ده بموجب اربعة تحول هنا برضو الرصاص بموجب اتنين السؤال رقم اربعة الشكل التالي بيوضح بطارية ايون الليثيوم اثناء عملية ماه طيب هو موصل بمصدر كهرابي يبقى هنا بيعمل عملية شحنة ولا تفريغ عملية شحنة على طول هو بيقول لدرس الشكل وبعد كده جاود الشكل بيمثل عملية تفريغ اقول له ده هو موصل قهرابي بيشحن يبقى مش نافع الجرافيت سي ستة ضمنه مكونات القطب واي القطب واي هو القطب الموجب اللي هو هنا مين احنا عندنا الخلية بتاعتنا دلوقتي فقطب موجب وقطب ايه سالب الموجب ده هو اندخالية جلفانية الانود بتاعتها سالب والكاسود بتاعتها موجب طب الجرافيت كان موجود فين في الانود جرافيت الليثيوم كان موجود في الانود في اكس مش موجود في واي يبقى مش نافع القطب اكس يتكون من لا احنا لسه قيلين القطب اكس بيمثل مين اللي هو الايسي ساكس. يبقى جيم مش نافع كمان. يبقى نختار له. دال. تحدث تفاعلات انعكاسية غير تلقائية لانه موصل بمصدر كهرابي فبيعمل عملية شح. فالتفاعل هيبقى انعكاسي غير تلقائي. غير تلقائي لانه بيتم بوسطة الطيار الكهرابي. السؤال رقم خمسة. بيقولي عند التحليل الكهرابي. لمحلول ان اي تو اس او فور. لو كابريتات السوديون باستخدام اقطاب خملة. يتساعد غاز الاكسجين عند الانود. ويتساعد غاز الهيدروجين عند الكسود. اقول له قطر خيرك. لانه اداني معلومة هتريحني. تعال بس كده. نكتب كابريتات. كابريتات. ان اي تو اس او فور. وبقول لي محلول يعني المحلول بتاعنا فيه مية. هنا ايه اللي بيحصل? ده هيتقين لتو ان اي موجب واس او فور سالب اتنين. وده هيتقين لاتش موجب وو اتش سالب. وبيقول لي هنا الاقطاب خملة فمش هتشارك في التفاعل فانا هشتغل على الايونات اللي موجودة عند سواء كانت انيونات او كاتيونات. هنسأل الكاتيونات راح فين تقول راح عند الكاسود. عشان تعمل ايه تقول لك راح اعمل اختزال او يحصل لها اختزال. طيب والايونات اللي هي السالبة الانيونات. راح فين تقول لك راح عند الانود. عشان يحصل ايه تقول فنحكم بينهم ونقول له الاكبر اختزال يختزل. من الاكبر في جهد الاختزال? الهايدروجين. فيقوم يتحول الى غاز الهايدروجين عند الكاسود. اما السوديوم فالسوديوم كان اكبر جهد اكسادة واقل جهد اختزال. يبقى مش هيحصل له اختزال. نروح الناحية التانية. عند ايونات الكابريتات وايونات الهايدروجين. نبدأ نسأل مين الاكبر فيكم جهد اكسادة? فهنلاقي ان ايونات الهايدروجين اكبر جهد اكسادة. وتبقى عارف ان انيونات النطرات وايونات الكابريتات ديت عناصر بيكون حالة التأكسود بتاعتها اكبر ما يمكن فبالتالي جهود الاجسادة بتاعتها بتكون ضعيفة. فلو معنا مية او محلول يبقى ايونات الهايدروجين هي اللي يحصل لها عملية ايه? هي اللي يحصل لها اكسادة. فلما يحصل لها اكسادة هتتحول الى غاز من الاكسوجين. يبقى الهايدروجين طلع عند الكاسود والاكسوجين طلع عند الانود. كأن بعمل تحليل كهرابي للماء. خلاص كده? تمام. وبيكون كمان عدد مولات الاكسوجين نص عدد مولات الهايدروجين. عشان المعادلة بتاعتنا النهائية المفروض لتحليل المية بتبقى كده تو اتشي تو او لما هتتاين او يحصل لها تحليل كهرابي بطاعة تو اتشي تو زائد او تو. تحليك فاكر المعادلة دي. نرجع بال الاختياري. بيقول هنا عند اضافة قطرات من عباد الشمس الى اناء التحليل. اختار من الجدول التالي تغيرات الحادثة. اللون عند المهبط. المهبط اللي هو الانود. المهبط اللي هو مين? المهبط اللي هو الكاسود. ده مهبط. وده مين? المهبط. المهبط عنده ايونات هيدروجين حامضية. يبقى المفروض عند المهبط بيبقى موجود لون ايه? عند المهبط مفروض يبقى لون احمر. الاختياري بتاعنا. المفروض اللون عند المهبط. عند المهبط موجود او كان موجود ايونات سوديوم وايونات هيدروجين. ايونات السوديوم بتبقى جاية من قاعدة قوية اللي هي هيدروكسيد السوديوم. ايونات السوديوم بتكون جاية من قاعدة قوية اللي هي هيدروكسيد السوديوم. والهايدروجين اللي هو بيبقى موجود في المياه او الاحماض. فالهايدروجين هو او ايونات الهايدروجين حدث لها اختزال وتحولت الى غاز الهيدروجين فاللي هيتبقى الشق القاعدة فيبقى لونه ازر طيب احنا عندنا هنا الهيدروكسايد حصل له عملية اكسادة وتحول لاكسوجين وبقى غاز فالمتبقى عند ايونات الكابريتات اللي هي جاء من حمض الكابريتيك ايونات الكابريتات اللي جاء من حمض الكابريتيك هتبقى مخليها اللون ايه احمر يبقى انا عندي هنا هقولك اللون عند المهبط هيبقى ازرق واللون عند المصعد هيبقى احمر عند المهبط أزرق بسبب وجود مين؟ أيونات السوديوم وعند المصعد أحمر بسبب وجود أيونات مين؟ الكابريتات تب النسبة بين الغازات زي ما أنا قلت لك النسبة بتكون اتنين لكام؟ لواحد اتنين لواحد اتنين هيدروجين إلى واحد أكسوجين يبقى نختار له لاختيار جيم السؤال رقم 6 بيقول لي أمر طيار كهربي في محلول إلكتروليت لنطرات الفضة بين أنود من الفضة وكسود من الحديد فأي مما يأتي يعتبر صحيح هنعمل الخلية بتاعتنا بيقول لي مررنا طيار كهربي في نطرات فضة أنود من الفضة وكسود من الحديد أنا عند الخلية بتاعتي في عندنا أنود فضة وكسود حديد طيب احنا موصلين دلوقتي الأنود بيتوصل بالقطب الموجب والكسود بتوصل بالقطب السالب وحطينا محلولنا طرات فضة اللي هو A-G-N-O-S-R-E تمام أولا لما هيمر طيار كهربي طبعا إحنا عندنا محلول نطرات الفضة بيتجه أو بيتأين ال-A-G-Mوجب وإن أسري سالب لإن أسري سالب بيتجي الناحية دي وال-A-G-Mوجب بتروح الناحية التانية عند مين عند الكسود طيب جهد الاختزال الأكبر في جهد الاختزال أيونات الفضة ولا الحديد الأكبر في جهد الاختزال هتبقى أيونات الفضة يبقى أيونات الفضة هنا يحصل لها عملية ايه اختزاء وهتتحول إلى زرات فضة A-G طيب وهنا هيبقى عندي A-G اللي هي الفضة هتتحول إلى ايه تحول من A-G إلى A-G-Mوجب زايد الكترون احنا هنا قلنا ال-A-G-Mوجب بتكتسب الإلكترون وتتحول إلى A-G-A بصف طيب ايه اللي حصل الخلية دي بتفكرنا بخلية ايه بخلية الطلاق على طول بخلية الطلاق القهرابي ايه اللي بيحصل زرات الفضة اللي موجودة عند الأنود هيحصل لها عملية اكساد وتحول إلى آيونات تدوب في المحلول والآيونات اللي كانت موجودة في المحلول تتجه عند الكاسود عشان يحصل لها عملية اختزال وتكتسب الإيه الإلكتروني وتترسب على سطح ساق الإيه الحديد يبقى كأننا هنا كده بعمل عملية طلاق لمين؟ لساق الحديد بطبقة من الفضة تمام أولا كده الشرح نشوف بقى سؤال بيقول إيه بقول لي هنا تعتبر خلية تنقية للفضة من الشوائق لا الخلية مش خلية تنقية الخلية خلية ايه؟ طلاق تعتبر خلية طلاق للحديد بالإيه؟ بالفضة وطبعا من خلال الشرح بين الكلام ده بقول لي هنا طبعا تزداد كتلة القط بالفضة هقول له لا ما بتزدش ده بتقل لأن زرات الفضة بتتحول لأيونات طيب بقول لي يحل الحديد محل الفضة لأنه أنشط منه طبعا التفاعل بتاعنا مش تفاعل تلقاء احنا بنمرر طيار ايه؟ كهرابي وبالتالي ده لها تبقى خطو السؤال رقم سبع بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي الشكل المقابل بيعبر عن خليتين تحليليتين متصلتين معا على التوالي أقطبها أو أقطبهما من الجرافيت أي مما يعتبر صحيح يبقى أنا عندي خليتين تحليليتين متصلتين مع بعضها للتوالي يعني بنمرر فيهم نفس كمية الكهرباء تمام فبيقول لي مين اللي هيبقى صحيح نبص للخليتين كده أنا عندي هنا ده متصل بالقطب الموجب هيبقى موجب وده هيبقى سالب ده متصل بالقطب السالب يبقى ده سالب واللي جوه ايه؟ موجب تمام كده؟ تمام حطنا الإشارات ونبدأ نكال طيب بقول لي هنا التفاعل الحادث عند القطب ايه؟ رح للقطب ايه؟ القطب ايه هنا؟ بقول لي ده قطب من الليه؟ الأقطاب ده كلها من الجرافيت يعني الأقطاب ده مش هتشارك في التفاعل هياه اللي هيحصل له تفاعل اللي هي الأيونات اللي هتتجي هبص للخلية الأولانية كده هلاقي موجود فيها ايه؟ موجود فيها سي يو سي إل تو هقوله سي يو سي إل تو ده لما يتأين هيبقى سي يو موجب اتنين زايد اتنين سي إل سالب السي يو موجب اتنين ده موجب يبقى يتجي نحية القطب الايه؟ السالب هيروح نحية القطب السالب اللي هو اسمه ايه؟ كاسود طيب فين السالب بتاع الخلية دي؟ اللي هو ايه؟ يبقى يتجي نحية القطب ايه؟ ولما يروح عند القطب ايه؟ هيحصل له عملية ايه؟ هيحصل له عملية اختزال فيتحول من سي يو موجب اتنين إلى سي يو بصفر بعد ما يكتسب الاتنين إلكترو تمام كده؟ والكلور المفروض ان هو هيتجي ناحية القطب ان هو الموجب اللي هو هيكون القطب مين بي وهيفقد اتنين الكترون فيبقى اتنين سيل سالب هيتحول لسيل لتو زائد اتنين الكترون يبقى يتصاعد غاز القلور عند القطب بي ويترسب النحاس عند القطب ايه ده اللي حصل في الخلية الاولان ايه الخلية التانية هيمر فيها طياركو عربي في الان اي سيل فهيحصل ايه الان اي سيل هيتقين لمين لان ايه موجب زائد مين زائد سي اللي سالب ده هيتجي ناحية مين هيتجي ناحية القطب السالب اللي هو اسمه ايه كاسود فين القطب السالب بتاع الخلية ديات اللي هو مين السي يبقى ده هيتجي عند السي وبعدين هياخد الالكترون ويتحول الى ايه بموجب او ايه بصفر طيب هنا السي ال ده محلول ولا مصهور ده محلول ده محلول هقوله لا استنى محلول يبقى فيه هنا مية يبقى فيه ايونات هيدروجين موجودة وايونات الهيدروجين عند الكاسود ده هي اللي بحصل لها عملية ايه اللي بحصل لها اختزال السوديو مش هيختزل اللي هيختزل ايونات الهيدروجين ويتصاعد غاز الاتشتون عشان ده محلول ويه القولور هو اللي هيروح الناحية التانية وتحول الى زرات الايه او جزيئات القولور تمام شوف كده ده اختيار الصحيح بيقولي التفاعل الحادس عند القطب ايه هيبقى سي يوب صفر عند القطب ايه كان سي يومه جاب اتنين اكتسب اتنين الكترون وتحاول لسي يوب صفر يبقى مش هحاصل التفاعل ده بيقولي يترصب السوديوم عند القطب سيه وفعلا السوديوم كان هيروح عند القطب سيه وانا عملت التفاعل له بس افتقرت ان هو محلول مش مسهور فالتفاعل ده مش هيحصل او مال ايه اللي هيحصل اللي هيحصل ايونات الهيدروجين أكبر في جهة الاختزال هي اللي هتغتازى وطعت جزيئات غاز الهيدروجين يبقى ما فيش ترصب للسوديو تمام بيقولي يتصاعد الهالوجين اللي هو القولور عند القطب بيه فقط الكلور بيتساعد عند القطب بي فقط. طب ما الكلور كمان تساعد عند القطب دي. يبقى متساعد هنا ومتساعد هنا لانه موجود في الخليط ايه? تمام. بقول لي يتساعد غز الهيدروجين عند القطب سي فقط. فعلا يتساعد الهيدروجين عند القطب سي فقط. ويدي يتيب الاختيار الصحيح. بكده نبقى خلصنا بوكلت رقم سبعة. تظيرونا ان شاء الله في باقي البوكلتس على الباب الرابع. وبالتوفيق يا شباب. فيما وقادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.